كده نكون خلصنا أخبارنا في النادي الأهلي طيب نطلع لفصل ونكمل يا جماعة طيب هنروح لأخبارنا المحلية ممكن ما عندناش أخبار كثيرة الخبر اللي عندنا في المحلية هو خبر عن الجنباز الجنباز طبعاً تعرفين أن مصر استضافت كأس العالم للجنباز خميس جمعة سبت والاتحاد الدولي للجنباز أعلن وصرح مصر أحدثت طفرة في تنظيم البطولات وأبهرت العالم الاتحاد الدولي للجنباز نشر تقرير النهاردة عن استضافة مصر بطول كأس العالم للجنباز والتي تلعبت في الصالة أو بتتلعب في الصالة الرئاسية في الفترة من 17 إلى 20 مارس اللي احنا فيه التقرير قال أن مصر عملت تغيير كبير في شكل الجنباز من خلال استضافتها لكأس العالم في القاهرة 2020 وقال التقرير أن مصر عملت طفرة في طرقات العالم الحديث وأبهرت العالم مع العلم أنها بلد الحضارة القديمة وأول دولة في العالم تمارس الجنباز وكمل التقرير أن مصر استضافت الحدث الثالث من بين أربع كؤوس عالم بيتلعبوا على مدار السنة في أبهى صورة وشكل وقال التقرير أن مصر بتخطط في الفترة اللي جاية أنها تحقق مدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024 أولوس أينجلوس 20-28 وأكدوا التقرير أن كأس العالم في مصر جذب اهتمام لعيبة كتير كبار وليهم أساميهم على مستوى العالم أنهم ييجوا ولعبوا في مصر ودي أحد المكاسب الكبيرة وزي ما قلت لحضراتكم أن أنت بس مش بس مش بس يعني المهم عندك أن أنت تستضيف البطولة ولكن لازم تنجح فنيا تستضيف وتنافس مش تستضيف فقط والحقيقة التحدي الجنباز نجح في ده مش كده بس ده التحدي الدولي بيصرح على صفحته أنه يا جماعة انتظروا مصر في باريس 24 أولوس أينجلوس 28 ممكن مصر تحقق مدالية هو ده اللي احنا عايزينه أن مصر تحدث الفرق مصر تستحق ولكن عايزين التحديات تشتغل زي التحديات الجنباز السلاح الجودو التحديات اللي شغالة والكاراتيه كل التحديات لازم تشتغل وكل التحديات لازم تعمل على رفع اسمه مصر وحصد المزيد من البطولات